تتفجر مناطق سيطرة النظام تباعا قرار واحد كان كفيلا بغضب شعبي من جنوب البلاد إلى شمالها ترفع حكومة النظام يدها عن المواد وتقول لا دعم بعد اليوم للمواد الرئيسة ترتفع المحروقات بشكل جنوني وتنهار الليرة السورية على مرأة الحاكم العاجز عن فعل أي شيء هذه صور من مدينة السويداء في جنوب سوريا إضراب عام يشل المحافظة يقطع الأهالي الطرقات بالإطارات احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها سوريا في حين يدعو الناس إلى إضراب شامل في العاصمة دمشق التي خرجت فيها وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الواقع الاقتصادي أمام الانهيار أو الانفجار الاقتصادي يقول وزير اقتصاد النظام إن الأمور غير طبيعية وغير منطقية يتناسى الوزير الأسباب ويقدم مبررات لواقع اقتصادي انتهجه الأسد منذ 12 عاما الواقع ذاك دفع تجارا كبارا في دمشق وحلب لتصفية أمورهم الاقتصادية استعدادا للهجرة من البلاد التي تفقد شيئا فشيئا منظومتها الاقتصادية لا يحتاج اقتصاد سوريا إلى معادلات رياضية معقدة كما أن التدخلات الخارجية إن حصلت فلن توقف الانهيار لكون النظام وحلفائه حولوا اقتصاد الدولة إلى اقتصاد ميليشيات وسخر مواردها لحماية حكمه فما مستقبل الاقتصاد السوري وما تداعيات الغضب في الشارع هل سيتطور إلى انتفاضة أسها الاقتصاد وهل بات بمقدور المواطن السوري التحمل أكثر